السلام عليكم يوم احضر لكم وصفة الكوكيز كي ما نعرفو وصفة امريكية احضرها لكم بشكلين شنك اللي يجي بومبي هكاية اللي تحبهم يجو شوية اخشان وشكل يجي مسطح دونك الوصفة الاصلية الكوكيز الشكل ديالهم يجي مسطح على هاذ الشكل اللي راكم تشوفه في الصورة دونك هي فكرة باسيطة فقط راح نقولها لكم اللي راح تخلي انو شكل يجي هكا مسطح وشكل يجي بومبي دونك بالنسبة للمقادير راح نخليه لكم في صندوق الوصف ورح نبدأوا مباشرة في طريقة التحضير دونك الحاجة اللولة راح نحكم لامارغارين وسكر عادي كم تقدروا تستعملوا سكر بوني نوك راح نضربهم بيام لباتر لازم السكر يندمج بيام مع لامارغارين نضربوا هكا واحد دقيقة سينو إذا استعملتوا مضرب يداوي تقدروا تستعملوا مضرب يداوي ضربوا واحد دو مينوت هكدك لطنق اسما السكر يندمج بيام مع لامارغارين راح تولي بشكل كريمي من بعد راح نضيف حبة تاع البيت وراح نخلطها بيام دوك هنا البيت ضروري تدخلوها بيام قبل ما تضيفو للمكونات الاخرى انا اللي كوكيز تواي هادو حبيت نعطرهم بالبرتوقال راح يدي قو بزف شباب راح نضيف مبشور البرتوقال راح نضيف مبشور البرتوقال راح نضيف بيام باش نضيف بقيات المكونات دوك لأستيس اللي قتلكم عليها كنسرنان اللي كوكيز اللي يجو سوى بومبي سوى مبلاتيين دوك لي تحبوهم يجوكم بومبي؟ لازم كيت تشكلو اللي بولتاكم تحطوهم في الموجمد ولا التلاجة دوك تحطوهم في الموجمد حكتها يحك مرحهم ولا في التلاجة واحد ثلاثين دقيقة هكاك سينو إلا حبيتوهم بلاتيين دوك طيبوهم مباشرة هدي هي الديفيرانس دوك هنا عندي لا مايزينا، لا باني، لا لوفيخ شيميك، بيكاربونات وعندي قرصة ملح احنوري لكم دوك هدي هي الكوياغ اللي استعملتها، سي الكوياغ صغيرة كامل ينقلو لها احنا ثلاثين دوك نضيف كامل مكونات هكذا مع بعض نكمل نخلط بلو باتر حتين دم جو بيا هاد المكونات باش نضيف فيما بعد دوك هنا عندكم سوى دي بيبيتو شوكولا سوى كما درتانا كان عندي شوكولا دوك قطعتها القطع صغيرة وضفتها للخاليط وكيف كيف تخلطو بيا ها دي بيبيتو مع الخاليط باش اضيفو الفارينة دوك هنا كي اضيفو الفارينة تخيز امبخطو متاع الجنوش دوك تقعدو غير تدورو ها كافيتكم حتا لفا غين تندمج بيا مع الخاليط دوك هنا راح تلاحظو باللي العاجينة بتاعكم راهي تتلاسق بزاف دوك حاجة عادية لانو هاد لابات راح نحطوها في الموجمد لمدة نصف ساعة هكذاك حتى تحكمو راحا بيا باش نشكلو ليبولتوانا ورح تدي عملية تشكيل سهلة جدا دوك لاحظو هنا القاوام بتاحا جي يعني تلسق فريمان شوفو دوك من بعد ما نحطوها في الموجمد كي ما قلتلكم دوك لاحظو هنا ايا كي جوت الجبدو باش تشكلو الكويرات راح تكون شدة حكمتو راحا بيا دوك راح ناخد كمية العاجينة وراح نشكلهم هكا بيدي على شكل كويرات دوك انا هنا يخدمت دو بلاتو بلاتو راح نديرهم طيبهم مباشرة راح يجوني دي كوكيز مبلاتين ولو دوزيام بلاتو راح نديرهم كي ما قلتلكم سوا تحبو في الموجمد شوية انا كي ما هادو ما حطيتهم 30 منوت في التلاجة لطوما طابولي لولين وطيبت لدوزيام دوك لدوزيام جاو بومبي ولولين جاو مبلاتين دوك هادو ما بالنسبة للشكل الثاني دوك وصفة سهلة و سريعة ما تستغرقش بزاف الوقت ولا الجهد و تجيب بزاف بنينة انا ضروري كي تحطوهم في البلاتو سيباريوهم بيان لانو راح يهبطو بش ما يسقولكم بش فيما بعضهم بات دوك يفو بيان لسيباري من بعد راح نطيبهم دوك على مية وستين درجة مئوية و راح تتحصلو على هاد لي كوكيز دوك هادو ما لي طيبتهم مباشرة راح دوك يفاشيجو يجو كخوستيان افندان في نفس الوقت و بالنسبة لي كوكيز لي درتهم في التلاجة دوك الشكل تحوم راح يجي ام بي بومبي و راح يجو شوية طريين على الاخرين دوك شوفوا انتوما و الذوق التاحكم انتمدنا الوصفات على اليوم تكون عجبتكم الى اللقاء في صفات واحدة اخرين ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة